الراجل اللي كان بيسأل على مسألة انه هو بيطلب من زوجته الصلاة فبقول هل يعني انا كده افضل اأمر واطلب ولا استنى لما ربنا يهدي هل ارغمها ولا الهداية من عند الله ان شاء الله الهداية من الله لان الله تعالى وضع لنا قاعدة في القرآن الكريم ان الله انك لا تهدي من احبابته لكن الله يهدي من يشاء الله يفتع عليك بس هنا يا سيدي لما نقرأ خواتيم سورة طاها قال الله تعالى وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاَصْتَابِرْ عَلَيْهَا ما قالش وصبر يعني امورها مرة ومرة 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 وهكذا بس هنا الامر طبعا ده امره معروف كعمل ارشادي بالحكمة والموعزة الحسنة بس بس أسنوه في صلاة بالإرغام يعني يا صلقي لا بالإرغام يبطل لا وبطلت لان هتنافي النية طبعا لان انا لما بنوي ان انا اصلي بأصلي طاعة لله وامتسالا لامره واتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله 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 الله